السلام عليكم أحباتي الكرام أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة مئة وثوانا مع كلمة مهمة جدا جدا باللغة الإنجليزية كلمة brain سوف نتعلم استخداماتها في أمثلة وأهم المرادفات خلال دقيقتين فقط إذن اضغط على الإعجاب واشترك في القناة فعل زر الجرس هذا مهم جدا للحصول على جميع الدروس مباشرة حين نشرها أما دروس سابقة تجدها في مربع الوصف أسفل هذا الفيديو كلمة brain تأتي بمعنى دماغ عقل مخ أو ذكاء كررها خمس مرات حتى تحفظها بشكل جيد واكتبها في كل رأسك أيضا المثال أول على كلمة brain بدأ جرس انذار صغير يرون في دماغها جرس صغير في دماغها تكرر هذه العبارة خمس مرات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد خلينا أقرأ معا هذه الجملة أتيني ألارم بيل بيجان تو رينج انها براين جيد مثالا لبعده لا أريد أن أرهق عقلي كثيرا جدا I don't want to tax my brain too much لا أريد أن أرهق عقلي كثيرا I don't want to tax my brain too much ممتاز أما الآن أهم مرات فات كلمة brain أضع كلمة brain في جملة أضع كلمة brain في جملة واكتبها في التعليق استخدمها في جملة حتى تعلم كيفية استخدامها بإمكانك استخدام أحد الأمثلة التي مرت علينا قبل قليل أكتبها في التعليق لتتمرن وتتدرب على كلمة brain ممتاز شكرا لكم على المتابعة انتهنا من هذه الحلقة انتظرنا في الحلقة القادمة مع كلمة جديدة ومهمة جدا كلمة bridge سوف نشرحها بالتفصيل أيضا وانتظرنا كل يوم بسبت مع اختبار جديد لعشر دروس بالبداية سوف نجري مراجعة بسيطة للكانيمات وان ثم نجري اختبار شامل لكل عشر دروس سويا إذن اشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس حتى تصلكم هذه الاختبارات مباشرة حين نشرح ولا تنسوا مشاركة هذا الدروس لجميع اصدقائكم فان هدفنا في الحياة هو نشر العلم للجميع شاركونا هذه الرسالة شكرا لكم وإلى اللقاء